إلى باكستان حيث أعلنت سلطاته الباكستانية تحطم مروحية ومقتل ستة عسكريين بينهم قائد كبير كانوا على متنها حيث كانت في طريقها إلى منطقة ضربتها الفيضانات جنوب غربي البلاد وذكر الجيش في بيان له أن المروحية تحطمت على أحد الجبال أثناء عملية إغاثة من الفيضانات ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وكانت المروحية العسكرية تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في إقليم بلوشستان عندما انقطع الاتصال بينها وبين المراقبة الجوية أمسا لاثنين وأشرت التحقيقات الأولية إلى أن التقص السيء تسبب في وقوع الحادث وفقا لبيان الجيش ما ينهي التكهنات بأنه ربما يكون المتمردون قد استهدفوا المروحية في وحدة من أكثر مناطق المضطربة في باكستان ويعتبر الجيش أقوى مؤسسة في باكستان وتعتمد عليه السلطات المدنية بشكل كبير عند حدوث كوارثة طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل الحقيقة بين هؤلاء الستة الذين قتلوا في تخطم المروحية العسكرية الباكستانية ضابط كبير قائد كبير في الجيش الباكستاني وكان مرشحا لقيادة الجيش الباكستاني باكستاني شكرا